مساء الرضا كبحة لكم يا رب كلكم طيبين اليوم قبت لكم سناك بس ما نقولش علوه سناك صحي قلد حاجة بممكن تعملوها قنب الشاهي مع الشاهي الأحمر تعرفوا الحاجات اللي تكون كده مقرمشة ونحبه مع اللوز ولا كمان تقدرت مكسرات يعني كده كتسالي عملت لي شاهي عدني وقلست كده قرقش عليه طبعا انتم تستغربوا ايش هذا والبعض ممكن يكون عارفه هذا فول مدشوش او فول مقروش غسلته اكتر من مرة بعدين نقعته لمدة 12 ساعة يعني لازم او خلال 12 ساعة اكون اغير له كل 3 ساعات او 4 ساعات هنا وعلى بل هو منقوع رحت خركت ورحت محطة مسبيرو المسبيرو او مايسبيرو مش عارف اذا انا تقتصح يعني هنا ممكن اني اقول كشفت المشاهير رحت كده اتمشي هناك لانه نصحوني انه هناك افضل ملايات وشراشف للسرير او نحن بعدا نسميه طراريح او طراريح نقوله طبعا شفتلكم السعوديات شفتلكم اليمنيات المصريات العراقيات السوريات والمشاهير كمان هناك كلهم اكيد يتقضوا لانه هناك احلى رسومات كثيرة يكون وكمان السعره الرخيص يعتبر المتر يعني متر الملاية او متر الشرشف زي ما يقولوا بسبعين جنيه او ممكن لما يكون باقي له شوية يعني باقي له الطاقة يعني باقي له شوية او اللفة باقي له شوية يكون ستين وممكن اقل انت وشطارتك لما تبايعي ومرات مرضوش اعطوكي ايها الا بسبعين وقتلكم انت مشطارتكم هناك راح طبعا اني معرفش ما يسبيرو معرفش الاماكن وكده بس كنت اسأل وعرفت يعني ما شاء الله ورحت محل اسمه بتشوف انه الان معايا يعني المحلات هناك حتى لو تشتوا سجادات او يعني قطايف نحنا نقول للبيت كمان اسعاري حلوة تعتبر وكوالتي حلو واشكال هنا رحت محل اسمه فادي وشادي او شادي وفادي صراحة عقبني وكمان الخياطة شوفوا سبعين سبعين جنيه المتر مع الخياطة يعني كله بيطلع لكم مثلا اني اخدت اخد كوفرتا اللي نحنا نسميها ايش يسمونا طراحات التدفيع اللي يدفو فيها بالنوم هادي الكوفرتا اخد صفراء عطاني ايها بميتين بثلاثمية وخمسين او ميتين وخمسين مفتكرش كم وبس يعني مع الخياطة كامل هم يخيطولك ايش تشتي من خياطة يعملولك خلصنا ورجعنا للبيت وعلى طول رحت للفول اللي نقعتو طبعا غسلتو كمان اكتر من مرة والان ايش بسوي بعد ما غسلتوش نشفتو تمام لازم تنشفوه يعني شفو اني صفيتو انا خليتو طمع لا مش طنعشر ساعة خليتو سبع ساعات او تمان ساعات لانه القوحة ماء عرفتو كنت غيرتلو الماء يعني كل مرتين ثلاثة غيرتلو الماء فقط لانه ما كانش عندي وقت واني كنت اساسا مش في البيت بس كده نشفته تمام وكمان حطيتو على فوطة قبت فوطة وفرتته تمام وبدأت انا شفوه عشان يمتص الماء اكتر حاجة يعني يمتص الماء اللي فيبه بعضهم خلاص يخلونه على الشمس وبعضهم كمان يخلونه تحت مروحة بس انا عادي كده انا شفوه بالفوطة واذا حسيت انه الفوطة كمان يعني تبللت كتير ماء ارجع قيب فوطة تانية يعني حاول انا شفوه قدر الامكان انا عرفت هذي كمان يعملوها الحبشيين والحضارم كمان يعملوها والحبشة مشهورة بالحبش هي فانتهم قولولي ايش تسموها وكيف تعملوها وهل طريقتي صحيحة واذا اول مره تشوفونا وتعرفونا اكتبوا لي كمان في التعليقات بعد كده شفوه حاميت الزيت كاني بقلي شفوه اول شا عملت تست تقربة بوحدة بعدين بديت احط الكمية بعدين شفوه منها الزيت حامى تمام وخلاص وابدأ اقلبه كده على نار يعني يكون الزيت حامي قلتوكم كاني بعمل شفوه متوسط وخلاص شفوه اقلبه اول حاجة بتشوفوه يقول كده كده كتير كيف بتعرفو الناس توا تمام خلاص هذا الرغوة ويبدأ يقل يهداء كده ويبدأ يطوف على فوق الفول يتحسون انه كده يطف كده على فوق كأنكم قد تكون بتقلوه بطاطس عادي خلاص الان بترفعوه من النار بتصفوه تمام هذا بالبداية يكون مدهن يعني يكون انه كأنه شرب الزيت ناس هو ما شرب الزيت كل ما صفيته بورقة يعني ورق امتصاص وكل ما يعني غيرتوا ورق الامتصاص حقه كل ما بدأ ينشف الزيت منه عرفتوا اني طبعا اغير كل ما حسيت انه الورقة الامتصاص هذا او الورقة اللي عندي فيبو كتير دهن ارجع اغيره لازم يعني ابعد انظفه تمام من الدهن خلاص ببعدين ارش علوه ملح وابدأ اروح للكمية التانية لما اكمل كل الكمية شوفو رشيت عليه ملح وابدأ كده دعاك الملح تمام فيبو عشان اتلبس في كل حبة تكون يعني طعم حلو طبعا قاسة ااكل واقرب لذيذ جدا هنا الدفعة التانية كمان شوفو كيف حطيته وابدأ اقلبه كده لما يروح الرغوة وكده يختفي ويطوف على فوق خلاص استوى طبعا التكرار اعلم الشطار اعيد لكم الكلام وهذا تهدري كثير ودائما تعيد الكلام اعمل التكرار اعلم الشطار وانتم شطار خلاص خلاص خلوني اعيد خلاص وكده وتصفوها انتم حتى بتشوفو انه كده يقرمش كده وانتبه يعني تبعدوه وهو عادو مستواش بتحسو الحبات الطرية عادة لا لازم تكون الحبات كده مقرمشة والنار ما تكونش عالية يسود هو اول ما ترفعوه من النار ببدأ يرقع يغمق شوية فانتم رفعوه وعادو يعني مش كتير غامق لا فهمتوا كيف نفس اللون اللي اني ارفع فيه نفس الموضح لكم بالفيديو رشة ملح اول ما تخرقوه رشو عليه ملح وكده ادعكوه تمام خلاص لازم الملح تدعكوه تمام اني هنا شوفوه خفت اني احط الملح ارخليوه مالح رقعت شليت الملح هذا خبيته يعني رقعتوه بالعلبة ورقعت خلاص الباقي الملح حطيته معايا السلام لديد عادو تاني يوم اطلع احلى واحلى مقرمش كده زعقاء بس احلى من الزعقاء كمان يعني الزعقاء هي ايش يسمونه اللب اول مش عارف ايش يسمونه في البلدان الزعقاء لب او ايش يسمونه هنا يسمونه انتم عارفين مش عارفة اسمي في مصر ايش الحضارة يسمونه هنضل اني نسيت اسمه هنا ايش يسموها بس ممكن اللب بس اللب نحنا نسميه اللب داك الابيض زي دوار الشمس وكده اللي يجيلوه هنا ابيض والله نحنا في عدنه كل زعقاء عالوا قليل من الزعقاء مع بعض يعني ما نكون زعقاء مع بعض الحمد لله نحنا ما شاء الله المنهج حقنا اللغوي يعني مسكين ينقى ايش يصرخ بقيد والله اجلس اغير لي الوراق حق الامتصاص دائما لما يختفي الزيت هو يختفي الزيت خلاص بعد كده يقلي الزيت معد فيه يمتصل له يعني كأنه يخرج الزيت اللي قواته واو انه يشربه القصدي و خلاص يروني اليوم الثاني هذا قبط ورقة ثانية بعد ما خليته اخليه اActه قلته بعدين وقبط ورقة ثانية وبحطه فيبو وحطه بعلبة ثانية اصغر لأنه هذي شاهو يعني كبير على العلبة بحطو بعلبة اصغر خلاص وقع اكل منه كل شوية ما شاء الله انه قد خلصت نسه شاهووا بقي كده فيبو زيت شوية والآن خلاص باقي يعني زيت لا أقول لكم ما هو الصحي يعني فيه بو زيت شوية لكن مش تحسونه يدوكم زيت وكده لا يعني زيت بسيط عادة زي أي مكسرات مقلية زي داك شفتو حق اللام الشعيرية المقلية وزي نفس كده الحموس المقلي ونفس كده وهنا رويكم الصحون حقي اللي أحب أقدم فيها المكسرات حلوة صح شفوا الألوان بس ناقصني لون واحد اللي هو اللون الأزرق طبعا معلش بتكونوا تسمعوا ذي الأصوات لأنه قم بيع عمارات يبتني أو عمارات أو شقات يبتني وكمان ما شاء الله اللي فوقي بيبدأوا يبنوا ما شاء الله الآن ما نكون بس نسمع على كل دقة دق 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 يعني بصراحة اللي فوقي بدأ يبني أو بدأ يعني شط بشقة أظن أو إلا الله يعين وبس والله وقدمتكنا مع الشاهي العدني وقلستلي كده مروقة كده العصر يا سلام بعد الغداء وهي صراحة حلوة بشاهي أحمر بس أني بصراحة كيفة شاي عدني عادي أركبه بقربة وريد كده يعني شسمو دريب عادي ما نجيش مانع كان الفيديو بالعافية ليولوكم لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل قرس الإشعارات ولايك وكومنتس حلو منكم